اشتركوا في القناة الارقام تقول يا ابو بدر ان الهلال في عهد بن نافل ثلاث سنوات الرئيس الهلالي فاد بن نافل في ثلاث سنوات حق سبع بطولات اثنين اسيا ثلاثة دورية هل لك ان تتخيل الارقام اللي يقولها والكاس كاس الملك والسوبر هل لك ان تتخيل الهلال في هذا الموسم فقط حقق ثلاث بطولات ولعب على النهاء الرابعة دا وكان يقولون ان ياخذ كاس السوبر اللي ياخذ كاس السوبر ما ياخذ الدوري الهلال خارج كل هذه التخمينات وكل هذه الاحتمالات وكل هذه التأويلات الهلال استثنائي وزي ما قلت في مقدمة الحلقة هذه البطولة استثنائية أن تحقق الاستثنائية ثلاث مرات إذن أن تستثناء الاستثناء فريق بطل فريق ويحقق البطولة بكل أشكال هل لك أنت تخيل أنه هداف الدوري استثناء هلالي والموسم الماضي أيضا هلالي هل لك أنت تخيل أن الدوري حقق الهلال مع ثلاث مدربين وليس مدرب واحد ما يعني أن القوة في الهلال أيضا وليست في مدربيه حققوا مع رامون دياز وقبله مع موراليس وقبله مع رزفان مع روماني ومع برتغالي ومع برازيلي فريق عظيم يحق لجماهيره أن تفخر به وأن تباهي وأن تزهو فريقه يطعمها السعادة كل سنة يطعمها الفرح كل سنة يعني الهلاليين ترى يزعلون إذا ما يأخذون بطلتين ثلاث يزعلون ليم هي أربع لو يطلعون موسم صفري يصبح موسم كارثي أنت بقول لك بس حادثة بسيطة في موسم الهلال الذي خرج منه بلا بطلات خسر فيها العربية وخسر الدوري وخسر كاس الملك وفقط حقق السوبر مع سامي الجابر قبل أن يستقيل أو أن يقال غضب الهلاليون غضب شديد وغيروا رئيسهم ففي السنة التي تليها حقق الساسيا والدوري والكاس جمع الثلاثية هذا فريق عظيم فريق نادر وجوده في المنمكة العربية السعودية ولي يقارن بأحد وفعلا تحتاج إلى يعني دربيل أن ترى لأن مسافة بعيدة تحتاج إلى جهد مضاعة لتلحق به صعب اللحاق بالهلال صعب جدا لكن من السهل من السهل جدا أن تقلد أن تصبح مثله أن تجعله نموذج لتحقق البطولات بدل من أن تتغذى وتغذي جماهيرك وتغذي إعلامك بأن هناك مؤامرات وأن هناك من يعطي البطولات للهلال وأن هناك في السنوات أنا بس أسأل سؤال لمن يؤمنون بالضليط مؤامر حيلت الضعيف يا ابن حلال مش حالك ثلاثة دوري وراء بعض طيب أنا بس أسأل سؤال بقتم فيه كلامي سؤال بس بقتم فيه كلامي حين حققت بقية الأندية الكبيرة تحديدا البطولات في وجود الهلال أين كان هؤلاء كانوا في بعثة مثلا راحوا ورجعوا أولا كانوا مرضى وثم شفاهم الله وعادوا لاستلام مشهد إذا أنتم غذيتوا إعلامكم ومدرجاتكم بنظرية المؤامرة وأن الهلال لا يستحق سيبقى الهلال بطلا وستبقى أنديتكم في هذه الدائرة